موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أجمل الترحيل في هذه الحلقة الجديدة برنامجكم برنامج كنوز ومعاني هذا البرنامج الرائع الرمضاني الذي نعيش في خلاله مع كلام الله سبحانه وتعالى وفي آياته نستخرج منها كنوزا عظيبة اليوم نحن معنا آية تصف وصفا لحياتنا وتضع حدا لانتهاء أمور كثيرة يقول الله سبحانه وتعالى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ماذا يعني وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى يتبادر إلى الذهن أننا سنتقل إلى الله سبحانه وتعالى في النهاية وأننا سنموت ليحشرنا الله عز وجل ويحسبنا فمرجعنا إلى الله عز وجل هذا حقيقة هو أحد المعاني أن إلى ربك المنتهى أن نهاية الحياة وإنما الإنسان ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى لكن هناك أيضا معاني جميلة ليست أقل من هذا وهي تشير لنا وتدربنا وتعلمنا وتربينا ولو أخذنا هذه المعاني لكان هناك خير عظيم في خلال هذه الآية وفهمنا الخير العظيم الكامل والكنوز الثمينة الموجودة في هذه الآية إذن من المعاني الأخرى التي لابد أن ننتبه لها أن هذه الآية وأن إلى ربك المنتهى فكأنه يقول أن تصرفاتك في الدنيا وأعمالك في الدنيا يجب أن تنتهي عند حدود الله سبحانه وتعالى يعني أنت افعل ما تشعل أصل في الأشياء الإباحة لكن إذا انتهى الأمر إلى حد الله إلى حدود الله يجب عليك أن تنتهي أن إلى ربك المنتهى عند الله وقف عند أمور أحكام الله وقف عند أوامر الله والتزم عند نواه الله وابتعد فإذا أردت أن تشرب القمر الأمر انتهى هنا بنوقف ليس لك حرية في الموضوع قال فاجتنبوه في نهاية الآية قال فهل أنتم منتهون فقال الصحابة انتهينا يا رسول الله خلص انتهينا لذلك الإنسان دائما ينتهي إلى أوامر الله عز وجل فيقف عندها المعنى الثالث من معاني وأن إلى ربك المنتهى أنه أي شيء تفكر فيه في الدنيا يجب أن يقودك إلى الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون في هذا الكون يدلن كل ما في الكون يشهد أن الله واحد يشهد أن الله واحد يشهد أن هذا الكون خالقه مبدع أن هذا الكون وراءه إله عظيم كل ما في الكون إذا فكرت فيه سيقودك إلى هذا الإله سبحانه وتعالى لذلك نجد كثير من الفكرين والحكماء والفلاسفة في قديم الزمان في كتبهم تعرفوا إلى الله عز وجل وعلى صفاته وأثبتوا وآمنوا به وقد لا تكون قد وصلتهم رسالة من الرسالة والأنبياء لأن كل ما في الكون يقودنا وينتهي عند الله وإلى الله سبحانه وتعالى فتفكر في الدنيا تدلك على الله لما تنظر في هذا الكون من الذي خلق هذا الكون بفسحته بنظامه بدقته أعطى هذه الموازين الدقيقة في الحياة لا يقدم ولا يؤخر الشمس لو بعدت عنا قليلا لمتنا تجمدا ولو اقتربت منا لهلكنا واحترقنا من نارها ولهيبها هذا الكون هذا جسدنا بكل هذه الخلايا هذه العين التي فيها ملايين الملايين من المستقبلات الضوئية من الذي خلقها؟ هذا الجلد بما فيه من أحاسيس هذا الدماغ الذي فيه من الذاكرة وفيه من التفكير والتحليل والذكاء من الذي خلقه؟ إنه الله فكل ما حولنا إذا تفكرنا به قادنا إلى الله عز وجل أيضا من المعاني الرائعة من هذه الآية وأن إلى ربك المنتهى أن نهاية الأمور بيد الله أن إلى ربك المنتهى يعني كأنه بتقول كأنه واحد بيقول روح ما اللي بدك إياه ونهايتك عندي وين بدك روح نهايتك عندي أنا اللي بقرر أنا اللي بعمل وهكذا ولله المثل الأعلى كأنه يقول لنا وأن إلى ربك المنتهى الحل والعقد بيد الله الأمر والنهي بيد الله الرزق والمنع بيد الله الإحياء والإمات بيد الله عز وجل العطاء والمنع بيد الله سبحانه وتعالى النفع والضر بيد الله النصر والهزيم بيد الله سبحانه وتعالى فهو المتصرف في هذا الكون حقيقة فإذا ردت أن تكون مع القوة العظمى مع من يملك كل شيء ولا يعجزه شيء فعليك أن تكون مع الله سبحانه وتعالى المعنى الخامس والأخير من هذه الآية وفيها معاني كثيرة لكن هذا المعنى الذي نريده هو أن منتهى الآمال والأحلام هو الله سبحانه وتعالى أنت في الدنيا تأمل ما تريد لكن اجعل منتهى آمالك هو رضى الله عز وجل سيدنا عبر بن عبد العزيز لما كان واليا للمدينة جاءه وزيره بثوب عندما أراد فقال يا الله ما أجمل هذا الثوب لكنه رخيص الثمن لكنه كان ثمنه غال لكن استرخص ثمنه لكن لما أصبح خليفة فإذا به يأتيه بثوب أقل جودة من الأول وأرقص من الأول فلما لمس قال أنه ثوب جيد لو لأنه غالث ثمن لماذا قلت عنه غالث ثمن مع أنه أرقص من الذي قبله فقال له فقال لوزيره إن لي نفسا تواقى لا تتوق لشيء إلا هو قد حصلت عليه تكتل ابنة عمي فتزوجتها وتكتل إلى الولاية فأخذتها في المدينة ثم تكتل إلى الخلافة فأذا بنا خليفة والآن فإن نفسي تتوق إلى الله فإني أعمل إلى الله كان منتهى آماله ومنتهى أحلامه وما يبتغي هو رضى الله سبحانه وتعالى فكان انتهاؤه إلى الله وأن إلى ربك المنتهى لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبضنا على الخير وعلى الصلاح وأن يكون التصرفاتنا ملتزمة عند حدود الله سبحانه وتعالى وأن نتعرف عليه من خلال مخلوقاته وخلقه فالأمور كلها بيد الله عز وجل أسأل الله أن يرزقنا الجنة وأن يعيذنا من النار وأن ينفعنا بالقرآن العظيم وإلى أن نلقاكم حلقة جديدة برنامجكم كنوز ومعاني سودعكم الله في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة